أرز بالفول مع اللحم أربع كواب أرز قصير الحبة أربع كوب مرق لحم كوبين فول أخضر طازج مسلوق كيلو من لحم الخروف المقطع بصلي مفرومي ملعقة ثوم مفروم ملعقة هال ملعقة فهار مشكل ربع ملعقة كركم ملح 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 وفلتز هاي عنا سمنة البلقة هاي سمنة البلقة مع الرز يعني هتطلع اشي هوا بهوا تطلع البلقة مع البصل عبتتشوح الآن راح أضيف الثوم مباشرة عندي اللحمة مسلوقة وميت اللحمة هاي هون وعندي الفول أخضر مسلوق كيف هاي روعة الآن بدي أنزل الرز وأقلب الرز تقليب الرز طبعا هذا مش بسمتي هذا رز عادي الرز العادي لازم يتقلب هاي كركم بس شو صغيرة هاي كركم وهي هال ناعم وهي بهاري مشكل هادي هي بس الآن بدي أقلبهم حتى يتحمصوا منيح وأضيف الفول واللحم وأضيف المرق لازم ينقلب الرز طلعوا كيف من تحت لفوق حتى الرز ما تكسرش معنا ها وهذا الرز طبعا ممكن سويه يعني حتى كان للمنسف اللي هو رز أبيض عادي ها أو أي رز قلبوه من تحت طلعوا كيف من تحت هيك طلعوا لفوق شوفوا كيف طلعوا ها الآن ياسمير صار جاهز قبل الرز شو بده تسوي بدي أخذ الفولات المسلوقات ياسمير تخلطهم معه صاحا أيوة مع الرز اللحمات عندي مسلوقات جاهزات بدي أعطيهم شوية ملح وهي المرة الثانية هاي الفولات يا سمير ماشي يا سمير لا بدي أعطيهم شوية ملح هاي الملح اللي ننزل مرقة مرقة إيش اللحم اللي أنا سلقت فيها بسم الله الرحمن الرحيم كل كوب من الرز بده كوب من المرق أو الماء لا تكثروا ماء على الرز هاذ آه أيوة بعدين بأخذ اللحم المسلوقة هاي يا سمير شايفة البقبقة شايفة البقبقة يا الله البقبقة هاي اللحمة يا ضيعة البقبقة يا الله والآن بدنا نكتمها للطنجرة ونتركها تقريبا الربع ساعة حتى تنضج عندي مية في المية هذو اللحم المسلوقة لحمة خروف وكريت استعمل الجاج نستعمل عجل اللي موجود عندكم والله هذو القطاع استعملوا ومن الموجود ما تتبه ما شاء الله من الموجود جود صحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة